إيه اللي لفت نظرك في الجوابات دي؟ اللفت نظري إن هي كانت بتحكي لعيلتها كل أسبوع كل يوم حد بتكتب جواب في يوم الأجازة بتاعها تبعت تحكي لعيلتها بالتفصيل إيه اللي حصل خلال الأسبوع وهي يعني وتحكي عن اشتيقها لمصر ورغبتها إن هي ترجع وتحكي عن حاجات هي بتتمنها تحصل في التعليم وهي كانت بتدرس تعليم الرسم فبالتالي كمان بتحكي هي بتدرس إيه ونفسها دي يتطبق إزاي في المدارس في مصر تقارب بين نظام التعليم في مصر ونظام التعليم في إنجلترا والظريف كمان إن الرحلة بتبدأ كلقاتي يعني هي الصورة اللي كانت على مجلة المصور سنة 26 هي صورة وهم بيركاء ويأخدين القطر من القاهرة عشان يروح اسكندرية يركبوا المركب لأوروبا أول جواب بيبدأ وتكتبوا وهي على المركب اللي رايح مارسيليا في فرنسا فبتحكي بالتفصيل الرحلة من ساعة ما طلعوا من صغر الاسكندرية ووصلوا لغاية مارسيليا ولما بتوصل للمارسيليا بتبدأ يعني تقارن ما بين المارسيليا والقاهرة والحناطير اللي في مارسيليا والحناطير اللي في القاهرة والشوارع هنا وهنا وشايفا إن القاهرة أجمل من مارسيليا فإنت بتتكلم طبعا عن وبتكمل الرحلة دي لغاية سنة 31 اللي هي بتكتب لأهلها جواب من 3-4 كلمات بتقول لهم في أنا نجحت أنا مش قادر أقول حاجة تانية أنا نجحت أنا نجحت وبتلحقها بقى إنه هو بتبعت لهم تقول لهم يعني أنا نزلة مصر المركب هتتحرك في اليوم الفلاني هتوصل في اليوم الفلاني اسأله بقى في الميناء بتاع اسكندرية هتوصل الساعة كام عشان تبقوا مستنيني فإنت عندك رحلة بتمتد خلال أربع سنين أو أكتر حياة بن أدمة بتحكي يوم بعد يوم إيه اللي بيحصل لها فأنا شفت إن ده حاجة لطيفة جدا وتستاهل إن هي تبقى موجودة في كتاب يعني طيب جي هنا نظرة الكاتب لخطابات إنعام سعيد نظرة المنتج يعني عبد تحكيلي وأنا كبني أدم عادي قاعد شايف قدامي فيلم بصراحة هو الحقيقة تنفع فيلم فعلا بس بالإمكانيات اللي عندنا ده هيبقى فيلم مكلف جدا يعني رحلة الفتيات دول في إنجلترا أكيد ده موضوع مثير جدا لأنه الفترة دي كلها ما فيش حاجة فعلا تعمت عنها بشكل حقيقي فترة يعني العشرينات دي فترة مهمة جدا في تاريخ مصر دي الفترة اللي صدر فيها دستور 23 دي الفترة الكتوشف فيها مقبار التوت عن خاقمون سنة 22 حصل تغير في الوعي الجمعي وكان فيه يعني عملية إحياء للثقافة المصرية القديمة ومحاولة إنه إدماج الثقافة المصرية القديمة في الثقافة المعصرة ودي حاجة ما حصلتش بعد كده تاني يعني حتى بتلاقيها مجسدة في العمارة في نحط محمود مختار قبر ساعة زغلول للعمارة بتاعته محاولة دمج العمارة الفرعونية الثقافة الفرعونية الفن الفرعوني أو الفن المصري القديم في الحياة المعصرة فدي بداية السينما ودي يعني أقصد إن دي فترة حداسة حقيقية ومنطقة إحنا يعني مجهولة إحنا بالنسبة لنا تماما ترجمة نانسي قنقر